السلام عليكم تقوم بإشعال جهازك اللابتوب أو الكمبيوتر وفجأة لا يقلع وتخرج لك هذه الرسالة هنا لاحظوا ما مضمنها يعني تفقد نظام أو سيستام سيموس أو تفقد نظام سيموس وكذلك تجد مشكل على هذا الكمبيوتر أو اللابتوب تجد أنه يقوم بتغيير الوقت أو التاريخ يعني باستمرار يعني كلما تقوم بضبطه يقوم هو بتغييره من تلقائي نفسه سنقوم في هذا الفيديو بحال المشكل بطريقة بسيطة وسهلة جدا وسيقلع معك الكمبيوتر ولا تخرج لك هذه الرسالة مجددا أولا نحتاج إلى بفك براغي هنا ونحتاج كذلك هذه الآدات لكي نقوم بفتح النطب تابع معي خطوة بخطوة وسأريكم ماذا يجب تغيره أو ماذا يجب فعله أولا نقوم بنزع البطارية هنا يعني ضروري أن تقوم بنزع البطارية ثم نقوم بفتح البراغي الخاصة بالغيطاء الخارجي يجب أن تقوم بتتبع مكان براغي برغي ببرغي حتى لا تقوم براغي براغي لكي يفتحها لك طريقة بسيطة وزهلة جدا تابع معي خطوة وسيحل معك مشكلة وسأريكم ماذا يجب أن نغيره على هذا اللاطب يعني هذا الفيديو خاص باللاطب وكذلك إذا كان مشكلة لديكم في الكمبيوتر المكتبي توجد الروابط في أول تعليق وفي صندوق الوصف سنقوم أولا هنا بنزع الرامات نقوم هنا بنزع قار الأقراص DVD تستطيع فتحه تستطيع فتح اللاطب في البيت يعني شرطة أن تتابع هذا الفيديو خطوة بخطوة لكي لا تقوم بنسيان خطوة أو وغير ذلك نقوم هنا بنزع لوحة المفاتيح يعني لاحظوا كل اللاطبات يعني طريقة فتح متشابهة لاحظوا كيف ينزع أو كيف تنزع لوحة المفاتيح الخاصة باللاطب لاحظوا يعني يوجد اختلاف طفيف في بعض اللاطبات يعني لوحة المفاتيح لا تنزع هكذا فكل اللاطبات متشابهة في نزع لوحة المفاتيح هنا لاحظوا ثم نقوم بنزعونا وصلة لوحة المفاتيح هكذا يجب أن تقوم بإتلاف وصلة لوحة المفاتيح واحدوا قد قمنا بنزع اللوحة المفاتيح الطريقة التالية نقوم بنزع هذه الوصولات هنا هذه الوصلا خاصة بالفأرة والخاصة بالرطوب وكذلك هذه الوصلا هنا ثم بعدها سنقوم بفتح هذا الغيطاء عن طريق هذه ال標 heard يمكن تقوم بفتح عن طريق سكين أو غير ذلك يجب أن تكون JEFF يجب أن تكون آدات لكي تقوم بفتح هذا الغيطاء بين الغيطاء الخارجي والغيطاء الداخلي هكذا تقوم بتتبع الفتح من البداية حتى النهاية لاحظونا قمنا بنسع هذا الغطاء فلاحظو هذه اللوحة الأم التي متوجدة على اللطب فالآن سنقوم بتغيير هذه البطارية يعني هذه البطارية التي تسبب لنا مشاكل في التاريخ وفي الوقت وفي ظهور تلك الرسالة يعني هذه البطارية تبع عن محلات بيع لوحق إعلام أو كومبيوترات يعني متوفرة في كل محل يعني تستطيع شرائها وبهذا تقوم بتركيب تقوم بتركيب البطارية الجديدة هنا تقوم بيردها إلى المكان هكذا طريقة تركيب سهلة جدا هذا هو المشكل الذي تظهره تلك الرسالة يعني بسببها تأتي نتلك الرسالة والكومبيوتر ليقلع وكذلك مشكل الوقت والتاريخ يتغيران باستمرار سنقوم بيرد هذه الوصولات ونقوم بغلق النعطوب ونرى إي كان المشكل قد تصلحة أم لا سأقوم بترعي فيديو لكي لا أطيل عليكم تقوم بتركيب هذه الوصولة هنا لاحظوا هنا ثم تقوم بتركيب لوحة نفاتي هكذا لاحظوا طريقة الغلق النعطوب كما قمنا بفتحه من الأول تقوم برد البراغي هكذا تعلم الكمبيوتر وحل مشكل ويندوز وكذلك تعلم سنة الحاسوب فما عليكم إنا تتابعونا على قناتنا نقوم برد البراغي إلى مكانها لنقوم بغلق النعطوب سأقوم بترعي فيديو لكي لا أطيل عليكم وبعدها نقوم بتركيب البطارية ونقوم بإشعال اللعطوب وبعد الإقلاع مباشرة ستظهر لك تلك الرسالة لأننا لن نقوم بضبط الوقت وتاريخ وبعد الضبط الوقت وتاريخ فتختفي معك هذه الرسالة إلى الآبد لاحظوا سنقوم بضبط مثلا على هذا التاريخ هنا تذكروا هذا التاريخ جيدا ثم نقوم بحفظ يعني الضبط يكون من البيوص يعني عندنا قد دخول البيوص قم بالضغط على صدق أو 2012 أو غير ذلك حسب اللعطوب الذي لديك فبعد الإقلاع هنا لاحظوا سنعيد إقلاع اللعطوب فلاحظوا قد تم اختفاء تلك الرسالة مجددا وسأقوم بإطفائه وأعيد فصل بطلة اللعطوب لكي يؤليكم يعني صحة العملية ثم نقوم بتركيبها ونقوم بإشعال اللعطوب لاحظوا اختفاء تلك الرسالة وقد تم إقلاع الويندوز بصفة مباشرة وسنقوم بمراعاة أو بنظر إلى الوقت أو التاريخ لاحظوا هذا هو التاريخ الذي قمنا بضبطه على اللعطوب ومن الآن فسعيدا فلا نتغير التاريخ تلقائيا فلا نتسلموا باشتراك ودعم القناة والسلام عليكم وبركاته وبركاته